موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير مننا يسمع عن ألام كعب القدم كعب القدم أو بعض الناس مصطلع عليه مصمار القدم طيب شوه مصمار القدم قبل كل شيء هو عبارة عن التهاب في الرباط الأخمصي في القدم طيب شو أسباب هذا الالتهاب لحد الآن للأسف الشديد غير معروفة وكلها نظريات لم ترتقي إلى مستوى السبب المباشر في هذه المشكلة طيب كيف بنعرفه إحنا غالبا هذه المشكلة تحدث بعد النوم مباشرة بيستيقظ الإنسان بدي يقوم يمشي ويتحرك بيجد هناك صعوبة وألم شديد جدا في كعب القدم أو بيكون جالس وبيد ينهض ويمشي بيلاقي صعوبة وألم شديد جدا في القدم طبعا هذه الألم كله على بعضه من سميها التهاب الرباط الأخمصي للقدم طبعا ممكن يكون في الكعب ممكن يكون في وسط القدم وممكن يكون في مقدمة القدم تحت الإصبع الثاني طيب اكتشفنا الحالة هذه وشفناها طبعا بالتأكيد الإنسان حيروح للطبيب حينصحه بنصائح التالية رقم واحد وأهم شيء قضية الحذاء العلاج التحفظي الحذاء يجب أن يكون طبي هذه رقم واحد رقم اثنين مهم جدا أن نعلم في الحذاء قوس القدم يجب أن يكون في هذا الحذاء معدن يعني صلب بحيث يحمي الرباط من التقلص ومن ثم يحمي من الألم اللي بسببها تمام بعد ذلك نأتي للعلاج الدوائي فيه علاجات معينة لكن كلها اللي هي ما يسمى بمضادات الالتهاب طبعا هنا لما بتكلم عن الالتهاب لا أتكلم عن الالتهاب النتن إنما أتكلم عن الالتهاب النسيجي يعني عوامل الالتهاب دخلت إلى نسيج معين أو موجودة في نسيج معين وتسبب الألم أيضا من العلاجات المهمة في الحالة هذه اللي هو العلاج الطبيعي التركيز على العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي ليس تقويط عضلات وإنما تنطيط للرباط الأخمصي القدمي في بعض العلاجات الأخرى وكويسة وفعالة اللي هي قضية كمدات الثلج أو يعني بنجيب زجاجة ماء مثلجة ثلج وبنضعها تحت القدم وبنحاول نمارس حاجتين عليها اللي هي عملية الآيس باكينغ أو كمدات الثلج وبالإضافة إلى تمطيط الرباط الأخمصي وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله